بالله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سيتم عرض مشروع الكوبايلر في البداية سوف نبدأ بملف فليكس هنا في أول جزء في البداية سوف يتم استدعاء جميع المكتبات المستخدمة بعد ذلك سيتم عملية ديفايند لجميع التوكنز بعد ذلك سيتم عملية تعريف جميع التوكنز المستخدمة في البرنامج ننتقل بعد ذلك بملف البايسون هنا في أعلى جزء من الفايل سيتم تعريف جميع اللايبرز المستخدمة بالإضافة إلى الـ variables والـ functions أيضاً مستخدمة في هذا الفايل بعد ذلك الـ definition للتوكنز بعد ذلك الجزء الأخير من الفايل سيتم كتابة جميع الـ grammar المستخدمة وبنهاية سيتم كتابة بآخر جزء من جميع الـ functions المستخدمة منها الـ yy-error والـ int-mean الـ function الرئيسية للفايل سنقوم الآن بتشغيل برنامج عن طريق التيرميل في البداية سيتم تحديد مكان حفظ الفايل بعد ذلك سيقوم بتشغيل مثل flex بعد ذلك بايسون وأخيراً عملية القراءة من ملف ترجمة نانسي قنقر